تقسيم اثيوبيا من الداخل بالدليل ننشر لحضراتكم التفاصيل وتصريح خطير من مسؤول كبير بالدولة ويكشف عن مشاكل كبيرة في سد النهضة وعاجل الرئيس السيسي يصدر اوامر للحكومة بشأن مشروع الدلتة الجديدة وهام جدا تفاصيل ترحيل رجل اعمال مشهور الى سجن تورا ننشر لحضرتك التفاصيل صلوا على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الاخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم اهم الاخبار وضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول عاوزين نوصل الفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الاخبار اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحية مصر وانتو قدها وطنيين نبدأ فيه تفاصيل اول خبر معانا وتصريح خطير من مسؤول كبير بالدولة ويكشف عن مشاكل كبيرة في سد النهضة تحدث وزير الرأي المصري الاسبق محمد نصر الدين علام عن ما اسماه بمشاكل سد النهضة الاثيوبي قال ان اسيوبيا هي من اشرفت وحدها على الدراسات الانشائية للسد اضاف علام في حوار مع موقع مصراوي ان الاتحاد الافريقي فشل في تحقيق اي توافق بين الاطراف التلاتة لهم مصر والسودان واسيوبيا لافتا الى ان الحديث عن استفادة مصر من النهر وحدها حديث لا يقبله عقل وزير الرأي الاسبق المصري كشف ان حجز اي نقطة في السد الاسيوبي تمثل قصما من حصتين مياه مصر والسودان التي يعتمد عليهم 150 مليون مواطن في الشرب والزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء والنقل النهري اضاف ان الملء الثاني واحده يمثل نحو 19% من حصتين الدولتين او ما يقارب كمية مياه الشرب نوه بان الخلافات بينهما فنية وقانونية وسياسية مثال الخلافات الفنية تدور حول تصرفات سد النهضة في مواسم الجفاف مصر والسودان يريدان رد السلفة المائية التي تحتجزها ايثيوبيا في السد اثناء فترة الملء وذلك اثناء مواسم الجفاف واثيوبيا ما زالت تعترض وهناك خلافات حول كمية هذه تصرفات اثناء الجفاف الممتد لعدة سنوات وقال فيما معناه ان التوربينات الاثيوبية يعني بتشتغل بكفاءة 30% فقط وعدد التوربينات يصل ل13 توربينا المصدر معانا كامل صحيفة مصراوي ووزير الرأي المصري الاسبق يكشف عن مشاكل في السد النهضة الاثيوبي لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الاحمر اسفل الفيديو ويلا ندخل على تفاصيل الاخبار ننتقل لخبر اخر معنا وتقسيم اثيوبيا من الداخل بالدليل وفي مسلحين من جبهة تحرير تجراي دخلوا عاصمة الاقليم بعد فرار الحكومة التابعة لابي احمد رئيس وزراء اثيوبيا قالت جبهة تحرير تجراي سيطرنا على عاصمة الاقليم وتم طرد قوات احمد فيما دعت حكومة اثيوبيا الوقف اطلاق النار بعد سقوط عاصمة تجراي في وسائل اعلام رسمية قالت ان اثيوبيا اعلنت وقف اطلاق النار من جانب واحد في تجراي وقد طلبت امريكا وايرلندا وبريطانيا عقد جلسة علنية طريقة المجلس الامن الدولي بشأن تجراي ورجحت المصادر ان يعقد مجلس الامن هذه الجلسة الطريقة يوم الجمعة القادمة علما بانه منذ اندلاع النزاع في تجراي في مطلع نوفمبر لم ينجح الغرب يوما في عقد جلسة عام المجلس الامن حول الاقليم الواقع في شمال اثيوبيا ذلك لان الدول الافريقية والصين وروسيا واعضاء اخرين في المجلس يعتبرون هذه الازمة شأنا اثيوبيا داخليا في وقت سابق طلبت الادارة المؤقتة في منطقة تجرية الاثيوبية من الحكومة الفيدرالية وقف اطلاق النار للسماح بإيصال مساعدات هم في امس الحاجة اليها بعدما يقرب من ثمانية اشهر من الحرب في حين قال سكان في العاصمة الاقليمية ميكيلي ان الجنود الاثيوبيون يغادرون المدينة جاء اعلان الادارة المؤقتة المعينة من قبل الحكومة الفيدرالية الاثيوبية وسط بعض اعنف المعارك في الصراع وتوقع بعض سكان عاصمة تجري ميكيلي وصول قوى جبهة تحرير تجراي الوكالة حذرت ان ما لا يقل عن 33 الف طفل يعانون من سوء تغذية حاد ويواجهون خطر الموت الوشيك بدون وصول المزيد من المساعدات الى شعب تجري حكومة ابي احمد يعني بعد الانهزام وبعد انهزامهم في اقليم تجري اعلنت ان وقف اطلاق النار ضروري لاسباب انسانية ولتجنب المزيد من الضرر وصرح رئيسها ابراهام بي لاي لوكالة الانباء الاثيوبية بان الاتصال يأتي الان لان موسم الزراعة الحاسم اقترب وينبغي توصيل المساعدات الى الجياعة وقال بي لاي تتحمل الحكومة الاثيوبية مسئولية ايجاد حل سياسي للمشكلة المصدر معانا كان من صحيفة العربية واطرق لحضركم التعليق يعني احنا بنشوف دلوقتي انقسام داخلي في اثيوبيا وانا برجح يعني دي وجهة نظري شخصية ان مصر ليها علاقة بهذه الحرب او بشكل اضاق مصر والسودان بيدعموا جبهة تحرير تجراي من تحت لتحت اترك لحضركم التعليق وعاوز اعرف رأي حضركم في هذا الخبر من تلك الخبر اخر معانا وعاجل الرئيس السيسي يصدر اوامر للحكومة بشأن مشروع الدلتة الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اوامر للحكومة حول تنفيذ مشروع الدلتة الجديد في مجال الزراعة والغذاء والاستصلاح الاراضي وفقا للرئاسة المصرية يساهم المشروع في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الاراضي الزراعية من الرقع جغرافية للدولة وتحقيق الامن الغذائي ومن اهم تلك العناصر توفير مياه الرئي اللازمة لاستصلاح الاراضي الزراعية الجديدة المستهدفة بالتنمية وكذلك الاعتماد على نظم الرئي الحديثة والزكية الى جانب انتقاء نوعية المحاصيل الزراعية التي تتوافق مع طبيعة التربة والمناخ لهذه المنطقة وذلك لتحقيق اكبر استفادة ممكنة ومرضود زراعي وانتاجي السفير بسام راضي صرح بان اجتماع السيسي مع الحكومة المصرية امس السلساء تناول متابعة المشروع القاومي لعملاق للانتاج الزراعي الدلتة الجديدة الذي يهدف الى زيادة الرقع الزراعية في مصر على امتداد محور الضبع بواقع مليوني فدان في مراحله الاولى قابلين لزيادة بالتوسع في المراحل التالية المستقبلية حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع مستقبل مصر المصدر معانا كان من RT وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل لخبر اخر سريع وهام جدا تفاصيل ترحيل رجل اعمال مشهور الى سجن تورا وافادت مصادر امنية مصرية بان اجهزة الامن اقتاضت رجل الاعمال حسن راتب الى سجن تورا بعد قرار توقيفه على ذمة التحقيقات في قضية نهب كنوز الوطن الاثرية اشارت الى ان التحريات التي باشرتها اجهزة الامن افادت بان راتب على علاقة واثيقة بعلاق حسنين الذي ضبط بحوزاته 211 قطع اسرية قبل 3 ايام وانهما تعرف على بعضهما في حفلة ذكر وظهر حسن راتب وهو يرتدي جلباب ابيض ممسكا بسبحة خلال وجوده في مقر محكمة جنوب القاهرة وقت خضوعه امام جهات التحقيق المصدر معانا كان من ارتي واترك لحضركم التعليق على هذا الخبر جينا لنهاية نشرة الاخبار البسيطة اتمنى اكون خفيف على حضركم وما تنسوش المتابعة للصفحة والشير عشان غيرك يستفيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته